بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المصالي إن شاء الله دائما تكونوا بخير وصحة وعافية وتلقاكم فيديوهاتي بالصحة والسعادة والعافية يا رب العالمين حابا يبقى البيديو كما راكم تشوفوا في الصور الأولى يعني اليوم جبت لكم طاقت أو كيكات في الخضار طريقة سهلة بسيطة طوب روعة بنينة طريقة سهلة مقرمشة را عادت أكيد تحبها عائلتك وحتى الأطفال إذا ما كانوا شي يكلوا لك الخضار بهذا الطريقة اللي غادي يكلوها إن شاء الله ورح يتدعيني وندعو البعضين إن شاء الله يا رب العالمين شوفوا حابا يبقى البيديو كيف هاش خرجتلي يعني طوب 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 طابت من تحت ومن الفوق خفيفة خفيفة هشيشة بنينة بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ على بركة الله حابا يبقى البيديو هنا الخضار واشكاين هنا المهم الخضار اللي عندك في البيت جزر بطاطا يعني اللي موجود عندك أنا هنا بش عندي بديت بديت بالحبة بصل ودرت معها حبة بصلت على النقلة أو الكرات هنا حبة بطاطا بشرطها يعني ربيتها معها حبة غرجت هنا المعدنوس هنا يا البطاطا والغرجت عصرتهم ما خليتش فيهم هدك الماء لازم تعصريهم وانتي قلت لك أي خضار موجود عندك في البيت ديري ماهوش مشكل هدرت عليها الملح شوية زنجبيل شوية فلفل حار أسود هنا درت لت حبات بيت هنا يا كي ما راكم تشوفوا حبيب قلبي درت هنا الجبن انتوما أي جبن عندكم ولا حتى ما كمش حابين يدولوا جبن يعني انتوما أحرار ماهوش مشكل قطع الجبن اللي عندك يعني المتلت يعني أو الشي يعني اللي موجود في البيت ضفت عليهم كاس حليب هنا يا ضفت كاس حليب بالنسبة للخضر عندك الجزر عندك البطاطا عندك أي خضرة متوفرة في البيت استعمليها كلها هنا يا بعد ما درت الخضرة وعقدت لكم لازم تاني تعصروا هدا كانت بطاطا أو غورجات يعني القرعة الأخضر لازم تعصروا مليح بهذا كلم ما ما يبقاش فيه وضفت لهم ثلاث حبات بيت شوية جبن شوية ملح شوية فلفل حار يعني الفلفل أسود وتخلطهم يعني وتخلطهم يعني وتضيفو هنا يا الدقيق وتبدو تخلطه وضفت لها من مغرف كبيرة تعبيكين باودر يعني الخميرة الخبز عفوا خميرة الحلويات ونبدأ نخلط هنا الفانينا يعني الدقيق الأبيض ما نقول لكم شعلا حمانوش حل من ملعة قادرتها وعلى حسب الخليط لازم تجي مثل الكايك يعني مثل المسكوتشو نجي مثل الكايكا نجي مثل الخليطة حيكون شوية تقيل ما هو شقع تقيل ما هو شجاري باش تجي كايكا خفيفة الممكن ما قلت لكم هنا الدقيق على حسب عينك يا لي مزانك هنا هنا على قدرت هنا جتني تقريبا ستم غارف تقريبا ستم غارف هنا في لتحبات بيت جتني ستم غارف ستم غارف دقيق أبيض يعني فارينة نخلط لكم نجيب البلادتة هنا ندهنة بالزبدة ولا بالزيت الشي اللي عندك موجود تدهني به هيا هنا هيا هبايب قلبي راكم تشوفوا سهلة خفيفة ضريفة يعني كي محتارة في العشاء ولا في الفطور ولا يعني أوليداتك ما يحبوش الخوضر ولا عائلتك ما تحبش الخوضر هادي طريقة روعة يعني في الخوضر جربيها وغادي تشوف كيفاش تشيك يعني ونحط هذا الخليط هنا في قلب المول قلب المول هنا هيا هيا ونسويها مليح نسويها مليح هنا هيا يجب تكون متساوية بعد ذلك هنا غادي نجيب حبيبي هنا هيا التزيين يعود لكم أنا التزيين وجدرت هنا هيا درت جبت طماطم قطعتها شرائح حرقيقة وهني نضيفها هنا هيا نضيفها هنا هيا هنا هيا هنا تقدريت جيبي سفر البيض سفر البيض يعني وتخلطه مع الحليب سفر البيض وتدهني بها هذا الطبقة الفوق وتدري الزنجب عبفن تدري الحبة الباركة أو تدري السمسم يعني الجبن مهوش اختياري يعني مهوش مفروض يعني اختياري تقدري تدري اي حاجة الفوق التزيين قطع يعود لكم أنا هنا هيا درت حبات طماطم ودرت جبن المبشور يعني الفرماج غابي وهذا مكان سهلا قطعكم سهلا كيكا في قمة الروعة يعني وشفتوا بعين كيفا جاتني هنا اضفت لها فوق هذا الحبوب الشي هنا فوقهم وهنا تدخلوها للفرن على 180 درجة الطيب اول شي ملتحت ومن بعد يعني كيتشوفوها طابط ملتحت تعودوا تفتحوا ملتحت لانه الجبن نكون ديروا ملتحت يتحرق وما طيب لكمش الكيكا لازم ملتحت اول شي ومن بعد عطيبوها ملتحت وتخلوها يعني 180 درجة كي مقتلكم ملتحت ومن بعد عطيبوها يعني سهلة اتمنى ان شاء الله تجربوها وما تنسون اشتراك وتفعيل تفعيل الجرس حابي بقلبي ليوصلكم اي جديد ان شاء الله ودائما نعود لكم ونكرر لكم ونسامحونا على التكرار مع ليش انتم واخوتي واخوتي في الله وحابي بقلبي يعني اللي ماش توصل على اشعاراتي يدي زابوني ويعاودي ابوني من جديد ويعاودي فعل الجرس بس وصلها كل جديد ان شاء الله والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس بس وصل لكم اي جديد ان شاء الله يا ربي تعجبكم وصافاتي ويلقاكم هذا الفيديو بالصحة والعافية والسعادة والسلام يا رب العالمين للجميع اشوفو كيفاش خرجت الهنا اشوفو بعد ما طابت ونوصيكم اخذ لكم دائما طيبوها على 180 درجة ملتحت دروها في الوسط وطيبوها ملتحت طيبوها ملتحت ثم بعد كتشوفوها شوية طابت ملتحت تشعلو من الفوق وتحمروها لانه الجبن او اي شي يديروهم الفوقع في السعي التحمان وما باش ما تتحرق لكمش وهيا قلت لكم صدقوني اي خدر عندكم موجود في البيت ولا عائلتك ولو الاطفن يشتوا احيانا ما يحبوش يأكلوا للخدر هذه طريقة سهلة لاني تعجبوهم ان شاء الله ويأكلوها وجربوها واذا عجبتكم اي وصفات او اي شي قولوا لي نحضرها معكم نحضروه وفي الاعادة افادة ان شاء الله واللي عندهاش اي وصفة وحبة نديرها لها ما عليش تكتب لي ونديرها لها ان شاء الله وإلى اللقاء في فيديو ان شاء الله مع الف الف سلامة حبايب قلبي ومشاهدي الكرام